أهلا بكم حصلت بلدية رمالله على تصنيف A plus وفق تصنيف صندوق تطوير وإقراض البلديات كعلى تصنيف على مستوى الوطن وذلك بناء على عدة معايير بالتأكيد نبارك لهذا الإنجاز لبلدية رمالله مع المهندس موسى حديد رئيس بلدية رمالله يسعد صباحك يسعد صباحك أول شيء مبارك فوزك الانتخابات يعني مضى عليها وقت كبير بس يعني هذا أول لقاء بعد فوزك الانتخابات وأكيد نبارلكم على هذا الإنجاز يعني أكيد بهمنا نعرف شعوركم كبلدية بهذا الإنجاز يعني حصول بلدية رمالله كعلى تصنيف أولاً صباح الخير لجميع المشاهدين وأشكرك على التهنئة بلدية رمالله حصلت على هذا التصنيف طبعاً لأول مرة وكأعلى تصنيف على مستوى الوطن هذا جاء بعد يعني جهد وعناء وعطاء أيضاً من قبل البلدية من قبل تواقم البلدية حتى نتقدم في تصنيفنا في صندوق تطوير وإقراط البلديات يمكن مهم نحكي شوي عن الصندوق أولاً أن هذا الصندوق هو الذراع المالي لوزارة الحكم المحلي المانحين تقريباً بمجملهم مش كلهم ولكن بمجملهم اعتمدوا صندوق تطوير وإقراط البلديات كجهة يتم من خلالها تنفيذ المشاريع في البلديات وبالتالي أصبح تصنيف اللي بخرج عن الصندوق مهم للبلديات لأنه هذا مرتبط فيما بعد في كمية الأموال اللي بتم تحويلها من هذا الصندوق للبلديات من أجل التطوير هناك عدة برامج في الصندوق طبعاً إحنا على وشك البدء في ما يسمى MDP3 وبالتالي خلال عام 2018 وبعد إقرار كامل لهذا التصنيف وانتهاء فترة الأعتراضات رح يكون هناك توزيع الأموال المرتبط بهذا التصنيف واللي من خلاله بتقوم البلديات بتنفيذ بعض المشاريع طبعاً هو مش عصب التمويل في البلديات ولكنه يعني جزء أساسي في بعض المشاريع طبعاً هناك عدة معايير تم وضعها من قبل الصندوق حتى يتم من خلالها تصنيف البلديات مرتبطة بأداء البلديات وخاصة بالنواحي المالية وبعض النواحي المجتمعية والإجرائية في البلدية لها علاقة بكيفية تنفيذ الموازنة والإفصاح عن الميزانية فيما بعد لها علاقة في نظام الشكاوي لها علاقة في المرافق العامة ومساحاتها المرتبطة بعدد السكان وبالتالي هي تعبر عن أداء البلديات وحسن أداء البلديات ضد يعني مثلاً الإفصاح من ضمن المعايير أكيد يعني الإفصاح عن الخطة الاستراتيجية الموازنة إضافة يعني لوجود خطة الاستيانة والتشغيل وغيرها فأديش هذا الإشيء يعني مهم هو أولاً مهم من الناحية الإجرائية ومن الناحية الإدارية في البلدية لأنه يعني أي عمل بدون تخطيط مسبق وأي عمل بدون هدف واضح يعني هو عمل قد لا يؤدي للتطوير للتطوير اللي إحنا كلنا نطمح إله وبالتالي وجود الخطة الاستراتيجية ووجود موازنة وارتباط المشاريع بالموازنة والإفصاح عن الموازنة ومشاركة المجتمع المحلي في سياغة الخطة الاستراتيجية وفي سياغة أيضاً المشاريع المنفذة والاطلاع عليها هو جزء أساسي من عمل البلديات إحنا كبلديات موجودين من أجل تحقيق أهداف وطموحات المواطنين ورفع مستوى المعيشة والحياة في المدن الفلسطينية وبالتالي قرضنا من المواطنين وقيامنا بمشاريع التهم المواطنين هو صلب عمل البلديات وكلما اقتربنا أكثر من المواطن وكلما كانت المشاريع لها علاقة بحاجات المواطنين كلما ارتفع التصنيف وأكثر من ذلك لها علاقة أيضاً في نوعية المشاريع التي تقوم بها البلديات ارتباطها ببعض المشاريع النوعية بعض المشاريع اللي ممكن أنها ترفع من شأن المدن الفلسطينية متأكيد يعني بهم نأكيد نعرف منك لين تهدي هذا الإنجاز يعني الإهداء أولاً وأخيراً لطاقم العمل في بلدية رامالله وهم أصحاب النجاح الحقيقي في كل الإنجازات اللي بتقوم فيها البلدية طبعاً هذا يعبر عن أولاً انتماء عالي وحب عطاء يعني لا محدود من قبل موظفي البلدية وأيضاً لحسن الإدارة والتخطيط في البلدية بلدية رامالله من أوائل البلديات اللي صارت خطة استراتيجية على مستوى الوطن وهي أيضاً يعني متقدمة في كثير من المجالات اللي لها علاقة في تطوير الأداء وفي رفع قدرات وإمكانيات الموظفين من خلال الدورات التدريبية ومن خلال التعرف على أحدث الأنظمة والخبرات الموجودة في العالم يعني وخاصة يعني شهدنا إحنا في تطور اجتماعي اقتصادي في المدينة بحيث تفعل بالحيوية وفي كتير ناس بتيجيها يعني وحتى يعني موجود بسكنوا فيها من كافة يعني انحاء الضفة كمارك يعني بيشتغلوا فيها فأيش تعليقك على هذا الوضع هو تحدي وفرصة في آن واحد يعني فرصة بمعنى أنه يعني مش كل مدينة مش بس فلسطينياً على مستوى العالم عندها هاي المقاومات إنها تكون جاذبة ومستقتبة لإنه الناس تحب تسكن فيها وبالتالي هذا يضع أمامنا العديد من التحديات اللي نعمل دائماً أنه نذللها ونخلي مدينة رمالله قلبها مفتوح وأبوابها مفتوحة للجميع مع طاقة وقادرين أيضاً على تقديم الخدمات اللي بتطلبها هذا الحكي لأنه باختصار الأعداد المتوافدة إلى مدينة رمالله إن كانت للسكن أو إن كانت للعمل أو للتمتع مثلاً أو حتى زيارتها هذا يضع العديد من التحديات أمام البلدية ودائماً نقول بأنه نحن ننظر لهذا على أنه فرصة إيجابية للمدينة من أجل تطويرها ومن أجل النهوض بواقعها أكيد يعني هي عمالها بتزيد يعني الناس عم تيجي أكثر وأكثر وأكيد كمان نلاحظ أنه لسه أزمة السير موجودة خاصة أنه إحنا عمالنا ندخل هلأ أكيد على عام دراسة جديد فإيش خطة البلدية في خصوص هذا الموضوع؟ طبعاً يعني هو مش شيء جديد إحنا حكينا عن موضوع أزمة السير في أكثر من اللقاء حتى في خلال الفترة السابقة إلي كرئيس بلدية وقلنا إنه إحنا في عنا خطة شاملة للموضوع بدأنا بتنفيذ الجزء الأول منها طبعاً حبينا إنه نوقف لفترة حتى الناس تتأقلم مع التغييرات إحنا بصدد البدء بالجزء الثاني طبعاً هناك أيضاً دراسة تمت على مستوى الثلاث مدن رامالة البيرة بيتونيا خطة شاملة لموضوع السير في الثلاث مدن ونعمل الآن كثلاث بلديات نعمل على صياغة مشاريع مشتركة من شأنها الحد من الأزمة القائمة ولكن بكل موضوعية وبكل حب أقول بأنه الجزء الأكبر من الأزمة الموجودة هي أزمة في السلوك وليس أزمة في السير نحن معروف أن شوارع المدينة هي شوارع قائمة من عشرات السنوات وبالتالي إحداث فرق حقيقي على الشارع قد لا يكون بالأمر السهل على البلديات ولكن المشاهد أيضا أن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة على الشوارع هي تكون أحد أكبر مسببات الأزمات التي نشهدها مجرد تطبيق النظام واحترام الملك العام احترامنا لبعضنا البعض على الشارع أعتقد أنه نحن نقدر نتجاوز 70% من الأزمات الموجودة أكيد وبعدين أكيد يعني الناس ببعض هذا التصنيف وهذا الإنجاز الناس أكيد تتأمل أنه فعلا توقعاتها أكبر بالضبط أنه يكون فيه تطوير يعني دائما تطور ومتابعة خليل نحكي على يعني كل شيء كل أزمة وكيف حلها يعني تطور بناء على المرحلة اللي إحنا عيشين فيها كمان في كتير ناس نعرف الآن زيادة المجمعات التجارية في الأحياء السكنية كتير عم بيصير هلأ وكتير ناس عمالها بتشتكي من هذا الموضوع زيادة في المجمعات؟ إنه زيادة المجمعات التجارية في المناطق السكنية ويعني في بيصير أزمة في هذه المناطق السكان بيتدايقوا بيشتكوا والمحلات يعني إذا فهمت السؤال صح إحنا منقول إنه فيه عندنا يعني في كتير محلات تجارية موجودة في المناطق السكنية وهذا يعني الإشي حالا إحنا لازم نرجع في هذا الموضوع لالقانون والنظام الفلسطيني طبعا النظام الفلسطيني فيما يتعلق بالأبنية أتاح وجود بعض المحلات التجارية في الأماكن السكنية والهدف منه خدمة السكان ويعني تلبية حاجة السكان في أقل مسافة ممكنة إحنا منقول إنه فيه عندنا مخطط هيكلي وهذا المخطط يعني أوجه الاستعمال للمناطق فيه واضحة ويجب علينا الخروج من التجمعات التجارية الصغيرة اللي موجودة في وسط المدينة إلا تجمعات تجارية في أطراف المدينة أيضا حتى نتمكن من معالجة أيضا الأزمات ممكن يكون فيه قانون إنه بيمنع وجود المكاتب أو المحلات التجارية في الأماكن السكنية هو فيه قانون واضح في هذا الموضوع طبعا تطبيقه يعني عمر أيضا بحاجة إلى بعض الدراسة بعض البلديات أخذت هذا المنحة وبدأت بالإعلان عن التطبيق طبعا في مدينة رمال الله هذا الموضوع إلى حد ما لا يشكل عبئ كبير على الأحياء السكنية الموجودة لأنه مع الناش هذه الحالة الصعبة في اختلاط الاستعمال هو القانون أتاح اختلاط الاستعمال في بعض الأماكن ولكن الأصل في الموضوع أن يكون هناك تركيز على خلق مراكز تجارية بعيدة عن المركز التجاري الوحيد الموجود على مستوى مدينة طبعا وهو وسط المدينة خلق هذه التجمعات التجارية رح يخلق أولا حالة من النشاط أكيد وتوزيع الضغط أكيد أكيد وهذا هو الهدف منه أولا تخلق نشاط وبتم التوزيع جغرافيا في مساحات أوسع وبالتالي بإمكاننا بعد ذلك تخفيف الأزمة عن المراكز التجارية القليلة اللي موجودة في مدينة رمالة هذا ما نسعى له إن شاء الله خلال سنوات القادمة أكيد مهندس موسى أخيرا من حب نستثمر وجودة كونت تحكينا عن الخطة التطويرية لبلدية رمالة لهذا العام وإيش بتعد المواطنين طبعا إحنا كمجلس بلدي حديث يعني تم انتخابنا في منتصف العام هناك خطة سنوية جاي من خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات في بلدية رمالة تنتهي بانتهاء العام 2017 وبالتالي أمام المجلس البلدي الحالي وضع الرؤية العامة للخطة الاستراتيجية وصياغة الخطة الاستراتيجية للأربع سنوات القادمة اللي من خلالها راح يتم تجزئتها إلى خطة سنوية من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية طبعا إحنا راح نبدأ في هذا الموضوع خلال شهر أو خمسة وأربعين يوم في وضع الخطة الاستراتيجية وبالتالي سنذهب إلى أولا تحقيق برامجنا الانتخابية ككتل انتخابية فازت في انتخابات البلدية وسيكون هناك مشاركة أيضا من قبل المجتمع المحلي في وضع الخطة الاستراتيجية وفي وضع رؤية المدينة للعام 2021 وهذا لن يكون بعيدا عن الإطار الاستراتيجي الاستراتيجي الإطار الذي تم سياقته للمدينة للعام 2050 هذه الخطة التي تنص على كيف ننقل المدينة إلى مدينة منيعة بحلول العام 2050 إن شاء الله الله يوفقكم دائما وأكيد مبارك هذا الإنجاز لو لا أعمالكم هاي والإنجازات التي تقوموا فيها ما تم حصولكم على هذا التصنيف أكيد مشكورين على جهودكم ومزيد من العطاء بالتأكيد ودائما يكون في تفاعل بين المواطنين وبينكم لحتى يكتمل الجهد شكرا لك مهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله ولجميع القائمين على البلدين نرجح لهم تحياتنا أكيد شكرا لك ننتقل الآن لفقرة هل تعلم